بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الرتبي عشت حياة العلماء وطرق صنوف المتبين الماجيك الريسر طول وهي خاصة بمسح ألوان معينة من الباكجراوند او من اي لير انا واقف عليها الأداة السهلة للإستخدام بسيطة هنشوف دوقتي تستخدم ازاي كل بساطة بختار الأداة وادوس على جزئي معينة انا عايزة مساحة زي ما انتم شايفين هو انا مسح جزء كبير جدا لان الأداة دي بتعتمد بشكل اساسي على عدد الألوان اللي انت مديه لها هو عدد الألوان اللي انا عايزها تتمسح انا عندي 32 درجة من درجات الألوان عايزها تتمسح فبالتالي اول ما بدوس بيختار لي اكبر عدد من الألوان في 32 درجة بيمدد يمسحهم حتى هو انا ما كاش جنب اللاصفر هو فقط مسح جزئيات من اللحمة زي ما انتم شايفين كده كل بساطة يعني الاداة سهلة لسه وقام جدا 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 جزا ما شايفين كده انا نتقليل مسح كل الـ background من خلال الأداة دي طيب لو انا عايز اخد عدد درجات ألوان أكتر نروح للهيستوري نبدأ نرجع على حال الأوخول اخلي مسلا التولر النسمية وديوس كده نشوف زي ما انتم شايفين في click واحد مسح تعريبا كل حاجة تمام بسيطة جدا الأداة واعتقد ان اود ده انا كده خلفية شفافة فما فيش يعني مش شاكل انتم شايفين وده بسيطة جدا ده بالنسبة للأداة دي اللي اسمها هو بيعمل هنا زي ماجيك او صحر في ان هو بيمسح الألوان طبعا زي ما احنا شايفين الـ option المتحكم هنا تولرينس بتمدأ نكبر او نصغر عدد الألوان اللي انا عايزة طبعا اكبر حجم من العدد الألوان هنا هو 25 تعال نرجع تاني كده ونجرب 25 اي بقى اعمل ازاي بالضبط زي ما تشايفين كده وهنا طبعا ما تلزمش بالألوان لان اللي بتيه 25 درجة لون ده عدد كبير يعني هو هنا داخل ع الجزئي الخضرة وداخل ع الجزئيات اللي هنا الصفرة مهتمش اوي بيه موضوع الألوان لان هنا طبعا 25 ده عدد كبير جزء ده 25 درجة من اللون الحمر ده كبير وطبعا الالوان دي اصلا داخل فيها حمر يعني لو جينا مسلا الجزئيات دي الجزئيات دي فيها درجات احمر زي ما اتكلمنا قبل كده لو جينا علمنا هنا مسلا هلاقي ان الريد كزا والجيرين كزا اللون الاحمر فيه 250 هنا في الجزئي دي الاصفر تمام وهلاقي هنا برضو احمر تمام اهو وهنا احمر يعني كل درجات الالوان دي فيها احمر بس تبنسب مختلفة فلما دوسنا 25 دوسنا مساح ليه تقريبا المعظم الديزاين بتاعي ده بين نسبة للالة دي وكيفية استخدامها تمام ان شاء الله استقابلكم في درسي جاي تمام لو فيها استفسار يعني هلنتوجه لمنتدات وقف اونلاين حط الاستفسار بتاعنا وان شاء الله هتابع معكم في المنتدى ننساش تنعمل شير ورايك لصفحات الفيسبوك لخاصة موقع وقف اونلاين على الفيسبوك السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة